تواصلت ردود الفعل في مصر على الدعوة للحوار الوطني المقرر انطلاقها أواء اليوليو المقبل وما صاحبها من توجه لإطلاق صراح عدد من المعتقلين السياسيين بترشيح من لجنة العفو الرئاسي وكشف مصدران من لجنة العفو الرئاسي لموقع المنصة أن حالة من التذمر والاعتراض تسود بين أعضائها إلى درجة بحثهم إمكانية إعلان انسحابهم من عضويتها وذلك على خلفية التباطئ في إصدار قرارات رئاسية بالعفو عن سجناء الرأي والغارمات والغارمين الذين قدمت أسماؤهم إلى المسؤولين عن متابعة هذا الملف وقال عضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيط وزير القوى العامل الأسبق قال إن ما يحدث هو حالة من حالات التجميد للجنة وإن المكن ما بتطلحش أماش على حد تعبيرها وضف أبو عيط للمنصة منذ نحو أربعين يوما لم يجرى أي لقاء بين اللجنة وجهات أمنية من أجل تنسيق الإفراج عن أسماء من المحبوسين على زمة قضايا رأي وعقب بقوله كل الكلام بيكون على جروب واتس آب مصدر ثاني في لجنة العفو الرئاسي تحفظ على نشر اسمه انتقد تباطؤ قرارات العفو ورأى أنه يهدد مصداقية اللجنة ويعمق الأزمة بين السلطة والمواطنين بحسب موقع المنصة وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد أنه أطلق الحوار الوطني السياسي الذي دعا إليه في حفل إفطار الأسرة المصرية ولا يسيطر على توجيهه وشدد في لقاء أمس مع عدد من الإعلاميين بعد افتتاحه مشروعات الانتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية بمدينة السادات على ضرورة أن يسمع كل من الآخر وأن تكون هناك أرضية مشتركة ومكفول للجميع النقد والقيادة سترد وأضاف حتى لو كان ردي موضوعيا ومقنعا ولا يقبله أحد أطراف الحوار فأنا أستوعب عدم قبوله لأننا كما يقول مش ممكن أبدا نجتمع على رأي واحد بحسب تعبيره وينضم إلينا عبر الانترنت من القاهرة الدكتور عمر هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أحييك دكتور كما أحيي ضيفي أيضا عبر الانترنت من أسطنبول الأستاذ جمال سلطة رئيس تحرير صحيفة المصريون وأحيي ضيفي أيضا عبر الانترنت من القاهرة الأستاذ منتصر زيات المحامي ورئيس منتدى الوسطية للفكر والثقافة أحييكم جميعا اسمحوا لي أن أبدأ مع الدكتور عمر هاشم ربيع للحقيقة أنا توقفت كثيرا أمام كلام الوزير العمل السابق السيدة أبو عيطة عندما قال أن المكنة هكذا قال نصا بالمناسبة لموقع المنصة المكنة ما يطلعش أماش وأن الحوار لا يسير في الاتجاه أو ترتبات هذا الحوار لا تسير في الاتجاه الصحيح حتى أننا نفكر في الخروج من هذه الدائرة بأكملها هل هذا يعني ببساطة دكتور عمر أن الحوار انتهى قبل أن يبدأ أهلا بكم سيد أحمد وضيوتك الكرام والسادة المشاهدين لا أنا لا أعتقد أن الحوار انتهى قبل أن يبدأ لا أعتقد ذلك لأن طبعا في مرحلة البدء أو في مرحلة الإخصات الأولية أو مقدمات الحوار بيكون هناك نوع من الشد والجذب واللي بيأدي أو اللي بيفضي إلى أن هناك نوع من التفاوض حوالين بعض الأمور أعمال شد والجذب في النهاية بيتصل الأطراف أو الفواعل السياسية إلى حلول بحيث تنتهي الأمور ما قاله الوزير العمل السابق هو طبعا مرتبط بوجود قيود أو وجود عفارات عفارات فيما يتصل بما قيل بالانفراض بتعيين شخصيات مرتبطة بعمل التنظيم وبعضها كان شخصيات من القضاء في حين أن الدستور بيرفض تماما عمل القاضي أو انتدابه إلا في هيئات قضائية طبعا الحجة التي تصاف في هذا الأمر أنه لم يكن هناك أو لا يوجد حتى الآن قانون لمنع الندب أو منع انتداب القضاء طبعا ما الحجة في عدم إصدار هذا القانون حتى الآن رغم أن الدستور 2012 المعدل عام 2014 و2019 ذكر أن على السلطة التشفيعية إخراج هذا القانون بشكل فوري يعني ما هي العقبة حتى لا يخبر القانون إلى النور الأمر الثاني متعلق بالإفراج عن المعتقلين أو بعض السجناء بمجاب عفو رئاسي وده في الواقع السحمة يمكن أن يقال أنه نوع من بين هلالين كده عربون محبة فإذا كان عربون المحبة ده مش موجود فبتعتبروا القوى المدنية أنه صعب يكون في حوار طالما فيه نوع من الاكتزاء أو نوع من وضع المصاعب حوالين هذا الحوار مشاكل أخرى كثيرة مشاكل أخرى كثيرة مرتبطة بالأجندة ومرتبطة بالأطراف المدعوة للحوار ومن يقول له كلمة أخيرة بعض الأمور يصدحمت عبارة عن المسكوط عنه يعني مثلا الدستور لم يتحدث أي شخص حتى الآن أو أي مؤسسة أو أي حزبة أو أي قوة فعلا حوالين إذا كان الدستور هيعدل ولا لا كلنا بنتحدث عن قضايا لكن ماذا لو كانت نتيجة هذا الحوار أننا خذنا وبالتأكيد هيكون موجود أننا نخذ فيه أمور يتحتم عليها تعديل الدستور زي الحبس المثياتي على سبيل المثال لماذا يكون الدستور نوع من الشيء المقدس الذي يمثل حتى الآن طيب أستاذ جمال سلطان أنا أحاول أن أطلق في أسئلة الحياة من كلام جمال أبو عيطل لأهميتي يعني هو الرجل بيقول أني في بعض الأجهزة في الدولة بتتمتع باللياقة واللباقة وبالفعل تريد أن تخرج أكبر عدد من السجناء وأن تتعاون في هذه المسألة سجناء الرأي لكن أجهزة أخرى حتى كما يقول نصا كمال أبو عيطل في ناس تانية وقوة تنتمي للدولة العميقة ترفض ليس فقط إخلاء سبيل المحبوسين لكن تريد حبس الشعب المصري كله لو قدروا يحبسون كلنا يعني لو قدروا هيحبسون كلنا وأبو عيطل بيقول أن هذا خطر واستمرار الأوضاع لما هو عليه هذا من الممكن في النهاية أنه يحرق الأخضر واليابس هل المشكلة أن هناك على ما يبدو لا أقول صراع أجهزة ولكن وجهات نظر مختلفة لدى أجهزة الدولة هي ما تعيق سير مسألة الحوار إلى الأمام أم ماذا طبعا هي المسألة كلها أن الدولة بكاملها تدار من الأجهزة الأمنية الدولة لا تدار من قيادة سياسية أو من قيادات سياسية أو من مؤسسات سياسية الدولة بكامل إجراءاتها سواء كانت أمنية مباشرة أو كانت سياسية أو اقتصادية أو برلمانية أو إعلامية أو فنية أو حتى رياضية كلها تدار من قبل المؤسسات الأمنية فأنت الآن أمام منظومة عسكرية كاملة محكمة النظام العسكري عادة لا يقبل فكرة الحوار لا يقبل فكرة المشاركة أصل الحوار أن تكون هناك مساحة للمشاركة النظم العسكري لا تقبل المشاركة أصلا فهي المسألة كلها كلام الأستاذ كمال أبو عيطة كلام صحيح من الواضح أنه في الأجهزة المؤسسات الأمنية بتعمل بشكل كجزر منعزلة ويمكن المسألة واضحة حتى في العلاقة مع قطر الآن يعني تجد أن فيه اتجاه للمصالحة مع قطر واستثمارات وفي الجانب الآخر الاعتقال يعني عاملين في قناة الجزيرة أو معدين أو تمديد حبس بدون أي معنى وبدون أي منطق فهناك بالفعل يعني تعددية في هذا الأمر لكن أنا شخصيا أتمنى أن يكون فيه حوار حقيقي في مصر لكن الحوار يكون بين يعني مع كتل سياسية مع قوة معارضة حقيقية لها ثقة في الشارع ولاها وزن سياسي أنت بتتكلم دلوقتي مثلا الحركة المدنية الحركة المدنية عدد كبير منها أساسا ليسوا أحزاب يعني هي أحزاب وهمية على الورق أو أحزاب كما قالت تحت التأسيس وبعض الأشياء أحزاب محظورة مثل حزب الشيوع فأحنا أنت بتتكلم عن شيء يعني هو النظام يبحث عن شيء شكلي شيء منظر يعني النظام تحت ضغط الآن تحت ضغط اقتصادي عنيف جدا 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 وضح العصبية والتوتر على الرئيس وإعلانه بالفشل الصريح أنه أنا محتاج تريليون وتريليون دي إن شاء الله بعد مئة سنة لما أحصل تريليون دولار عشان تحسبوني أو كذا يعني خلاص ده إعلان فشل ضمي وبعدين أنت عندك المسألة هتزداد كأب يعني حتى الأصوات الإعلامية أو الأزرع الإعلامية لنظام هي نفسها الآن بتتكلم بالخطاب أنا عارف أنت بتلمح لي مقال أماد أديب وأنا الحقيقة أذهب إليه بالتفصيل وممكن حتى نقرأ أجزاء منه لأهميته لكن عايز أخذ من كلامك أستاذ جمال للأسف الأستاذ منتصر إذا تنقطع هناك إشكالية فنية فعندما يعود ستكون له الأولوية أعود للدكتور عامر هاشم ربيع مرة أخرى هل هنا يجب أن تكون هناك جهة محددة يعني الكتلة ما يعرف بالكتلة المدنية قالت أنه يجب أن يكون الحوار تحت رعاية رئيسة الجمهورية هذا هو الأمر الذي سيحسم كل هذا الخلاف والذهاب والمجيء إذا صح هذا التعبير هل هذا الاقتراح بالفعل من الممكن أن يفضي إلى حوار حقيقي دكتور عامر أنا أعتقد أن الحديث عن إحالة الحوار أو رعاية الحوار للرئاسة هو أمر في نعم الحنكة بالتأكيد لأنه بيضع نعم المسئولية أو بيضع نعم المسئولية الكبيرة من هذه القوة على القيادة السياسية أما وإني يتجه الأمر إلى ما يسمى بالأكاديمية أو بأي جهة تابعة للرئاسة فده رفضته منذ البداية القوى المدنية هي تريد أن يكون الحوار من الثقل اللي تكون فيه القيادة السياسية والرئيس السيسي تحديدا هو الطرف الفاعل والطرف ذو الثقة أو الحائز على الثقة لديها فهو اللي يكون فيه واجهة الأحداث وهو اللي يكون لديه الإمكانية لأنه بالفعل هو الذي لديه الإمكانية لتنفيذ ما يتفق عليه ما بين القوى والفواعل السياسية طبعا الواضح حتى الآن زي يقول للسجمال أننا أمام قوى مدنية ليست حزبية وشخصيات عامة كثيرة وفي ظل نوع من الحديث عن الأحزاب حديث خافت جدا لأن الأحزاب السياسية برغم كبر عددها اللي أن الغالبية العظمى منها أحزاب موالاة يعني أحزاب كانت بتدفع عن قانون الطوارئ لما كان موجود أحزاب بالدفع يعني فيها الأحزاب السياسية الغالبيتها أحزاب ضعيفة وأحزاب ورقية ويمكن ده أحد أسباب أو أحد الأمور أو أحد قضايا الحوار لكيف يتم تفعيل الحياة الحزبية مرة أخرى في المجتمع طيب جميل أعاد إلينا الأستاذ منتصر إزايات أستاذ منتصر أنا بحييك مرة أخرى كنت معايا منذ أيام كنا بنتكلم على نفس الموضوع للحوار كنت متفائل يعني الحوار انخراط الجميع في الحوار هذا أمر مفيد إجمالا لكن على ما يبدو حتى أن بعض المنخرطين في الحوار غير متفائلين الآن كلام كمال أبو عيطا اليوم كلام أحمد طنطاوي بالأمس وقبل ذلك وحتى البيان الذي أصدره محمد أنور السادات الذي بدأ فيه منزعج جدا بسبب عدم توجيه دعوة له للحوار هل التفاؤل الذي أبدأته في اللقاء السابق ما زال موجودا أستاذ منتصر أم لا؟ شكرا أستاذ أحمد طبعا مهدلت أحافظ على تفاؤلي يمكن أصدقائي اللي أبدو بعض الاستياء يتمتعوا بمساحة لا بأس بها من الحرية والحركة والتعبير أنا دائما أنظر إلى المسألة باعتبار أنها شط شط علينا أن نمشي يمكن زملائي وأصدقائي القوى المدنية ما عاشوش اللي احنا عاشناه فأنا لازم أرحب بومضة طوء في النفق وقلت لك المرة اللي فاتت يا أستاذ أحمد وما زلت أقول البناء الثقة يحتاج إلى مزيد من الوقت ومزيد من الإجراءات ومزيد من الصبر أنا لازم أدعم التفاوض لأن المشوار طويل وأزمات الثقة إذا كانت بين المعارضة والمعارضة كبيرة وحضرتك بتابع دول خانونة في محمد محمود ودول خانونة في مش عارف إيه وفي مساحات عميقة من الخلاف بين قوى المعارضة اللي احنا بنشوفها وبنسمعها وبنتبعها في الخارج وفي أماكن مختلفة فما بالك بأزمة ثقة عميقة بين دوائر السلطة وبين دوائر المعارضة بكامل ألوان الطيف وقلت لك المرة اللي فاتت لازم أقدر أن الدولة والدولة دي حاجة كبيرة الدولة دي يعني إحنا كلنا يعني روافض مختلفة الدولة عندها بتقول أن الأزمة الإقصادية اللي أنا عايشهاها دلوقتي سبب أساسي منها انسداد قنوات التفاهم وإني عندي إرهاب وعندي تعمف وعندي 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 إذن المسألة كمان أنا وأنا أخوض انتخابات نقاط المحامين في مصر ومش بعاني من الدولة أو من السلطة أو من الأجهزة لأ ده أنا بعاني من قوة مدنية بتتهمني من إرهاب وبتتهمني أن أنا بأمثل القوى الظلامية وتتهمني وبتتهمني فالدولة تعمل إيه يعني الأجهزة تعمل إيه طب أنا إزاي أقنعها هل بإن أنا أرمي كرسي في الكروب هو ده اللي هيفيد أنا لا أريد أن أستاذ متصر طبعا مش عايزة أقطع حضرتك لكن ممكن كون في رأيي أقول لحضرتك يعني كمال أبو عيطة هو رجل بالتأكيد ما عندوش أي مشكلة مع النظام ومع أجهزة الدولة وهو كان داعم لها منذ البداية بيقول لك أن في بعض الأجهزة عايزة يعني لو قدرت تحبسنا كلنا هتحبسنا وبالتالي أنا لعلى بعض يتخوف أن الكلام لحضرتك بتكلم به وهذا التفاؤل ما هو إلا يعني صراب يحسبه الضمآن وماء أنا يعني لا أوافق على البالي طبعا أستاذ كمال أبو عيطة صديق عزيز ونضالي قديم ولكن أنا قلت وبذقول هم عندهم صحة من التحرك ومن حرية الرأي والتعبير إحنا في ناس كتير الكلمة معها بتفرق فأنا وأنا مش بقول ده من باب الإسقاط السلبي لا أنا راجل أنا شايف عندي مأزومية في وإنسدات في قنوات التفاوم هنفضل إمتى لو إحنا نقول الدولة مش بتعمل ونفضل ننتقد في الدولة وأسهل حاجة أنا قلت لك وما زلت بقول أن أنا أنتقد وأن أنا أرتقي بمقر المعارضة سهلة جداً الصعب أن أنا أبني الصعب أن أنا أبني جسر من الثقة قلت لك يا أستاذ أحمد في تجربتنا القديمة اتنفذت أحكام الإعدام بعد ما أعلنت مبادرة لوقف العنف وده كان تحدي من الممكن أن يقلب المسألة لكن التحلي بالصبر وأن في أجندة بنشتغل عليها وأن في أهداف عاوزين نسعى إليها أهمها استقرار الوطن وأمن الوطن بشكل عام علشان نقدر من خلال هذا الأمن والاستقرار نقدر نعلي من جدار الثقة ثم نقدر نتكلم ونقدر نقول أنا مش ضد أن الناس تعبر عن رأيها هذا التفاول يكون لدى الجميع وهذه الطمأنينة لدى الجميع خصوصاً من يضغط عليهم الآن لا أقول يضغط عليهم أسر ألاف الأسر اللي لها أبناء داخل السجون أو المعتقلات اللي هي شايفة أنه لا يجب أن يخرجوا الآن وده يؤثر عليهم على حياتهم بشكل أو بآخر يعني فأكامل معك أستاذ منتصر لكن عايزين نروح لنقطة تانية أسمح لي لضيق الوقت وهي المتعلقة بالمقال الأثر الكثير من الجدل الأيام السابقة قال للسيد عماد الدين أديب استوقع أن الاقتصاد المصري يستطيع أن يدبر أموره حتى الربع الأخير من العام الجاري لكن الضغوط ستبدأ بترك أثرها على البلاد والعباد هكذا يقول في الربع الأول من 2023 بحسب رأيه وأشار عماد أديب إلى أن مستقبل العلاقات المصرية الخليجية قد يكون أحد ضحايا فتورة الحرب الروسية الأوكرانية ووصف الوضع الذي تعيشه مصر حاليا بأنه استثنائي ولا يطاق وأنه لا يمكن الاقتصاد مثل الاقتصاد المصري أن يتحمل تبعاته ولا تكلفته وحذر من سيناريو كارثي حال استفحال الأزمة معضحا أن ذلك قد يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في مصر تعيد حالة الفوضى التي صاحبت سابقا ما سماها أحداث يناير 2011 واستطرد أديب في رسم صورة قاتمة لما سماه كابوس النزوح الكبير عبر الحدود بريا مع ليبيا وفلسطين والسودان فضلا عن الهجرة بالملايين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا وعبر البحر الأحمر إلى دول الخليج عودة لضيوفي وأتمنى لضيق الوقت أن أستمع لتعليقاتكم على مقال عماد أديب باختصار إذا سمحتم لضيق الوقت أبدأ معك دكتور عمري تفضل طبعا قاله السزعمات ده بيعبر بالتأكيد عن المصاعب الكبيرة اللي ما حدش بقدر ينكرها لا في السلطة ولا في المعارضة لحال وأوضاع الاقتصاد المصري خاصة في ظل يعني بعد محرجنا من الجائحة بتاعة الكورونا اللي كان طبعا بظرف خارجي طبيعي دخلنا في ظرف خارجي بشري المتعالج به الحرب الأوكرانية الروسية الرهان حاليا زي ما قاله السزعمات على دول الخليج طبعا ده أحد أمور المهمة لأن الكم الكبير أولا تضخم اللي وقف إلى 14% واللي هو كان بيستدبعه بالتأكيد بشكل آلي تحول إلى انخفاض قيمة العملة بهذه النسبة انخفاض العائدات زي السياحة زي كل ده الأمور طبعا يمكن بعض الأمور تم التعويض عليها في موضوع التحويلات الأجنبية تحويلات المصريين في الخارج واللي دخل قناة سويس لكنها لازالت كم الكبير من الاحتياج والكم الكبير من الظروف الاجتماعية اللي يعاني من الشعب المصري المتعلقة بالوضع بتاع ارتفاع الأسعار وفي مقابل انخفاض الرواتب أو سبتها أو عدم مجارتها لانخفاض الكبير للسعر الجنيه المصري وارتفاع قيمة العملة الأجنبية هذا كله بيشكل القيود لكن هل الدودة المصرية هنا هذا هو التحدي بالفعل قادرة على استجلاب معونات خارجية من بعض البلدان الخارجية هذا تحدي كبير وأعتقد أنه الفطورة بتاعته إذا كان مكان له وجود أعتقد فطورته ستكون كبيرة جمال تعليقك باختصار إذا سمحت لا هو تعليق باختصار بدون دخول في تفاصيل كثيرة تجارب التي شهدتها أفريقيا وآسيا وأوروبا نفسها وأمريكا اللاتينية النظم العسكرية تنتهي إلى الخراب ده مسألة قانون اجتماعي قانون تاريخي لا يوجد حكم عسكري حكم دولة من الدول إلا وانتهى بها إلى الخراب دي مسألة أبديهية بدون الدخول واشتغلت الحرب الأوكرونية ما أثرتش على مصر كل الدول متأثرة بيها لكن ليه الخراب ده كله والانهيار السريع اللي ماشي بسرعة الصاروخ في مصر الآن لأن ده تراكم لا صلة له لا بكورونا ولا بغير كورونا كورونا كانت شغالة وانت عمل تهدر أموال تجيب تنصف قط بعشرين مليار دولار عشان تجيب قطل قطار كهربائي بين المناطق المصيفين من الساحل الشمالي وشراء طائرات وشراء كذا بعشرة خمستاشر مليار دولار وبناء بتاع صحراء بتعمر في صحراء جديدة بحوالي خمسين ستين مليار من اللي بيهدر ده كلام ده ده كلام ده يعني يعني تقوم به دولة يملك اقتصادها من الطرف ومن الفائد مش اقتصاد عايش على على الديون ومستنى من الأشقاء الخليجيين انهم يبعطوا له شوية مساعدات هي سلسلة من اهدار التقاط اهدار المال العام سوء التقصيد يعني معلش ما لا تأخذني مجموعة جات من معسكر جيش عشان تدير دولة لم تدير حتى محافظة مجلس محل المدينة ما يقدرتوش فتيجي هتدير دولة ازاي وبعدين مش جايت تدير دولة انك بتفوض كفاءات سياسية وإدارية وتقنية واقتصادية وعلمية وتدير الدولة ده انت اللي فهم كل حاجة هي منظومة لعل البعض يا رد يعني جمال عبد الناصر جاء من الثكنة العسكرية لكنه يعني بشكل أو بآخر من ايجابياته انه احدث فارقا حقيقيا على مستويات عدة صناعية وزراعية الى اخره فليس كل من جاء يعني ليست عيب ان تأتي من الثكنة الى الحكم بشكل أو بآخر طيب طبعا عبد الناصر تكلم عبد الناصر مع التجربته كلها لا انا عفوا كنت اتحدث بشكل عام لكن فقط هذا المثال جاء في زين فانا بس اريد ان استمع لي تعليق سريع من الاستاذ منتصر الزيت قبل ان نغلق هذا الحوار يعني انا كان لي رسائل يعني في مسألة الحوار ما قدرتش اقولها تفضل اكمل يا استاذ منتصر اكمل تفضل انا قبل ما نفكر في الاستعانة بالخارج والدعم الخليجي لازم الاول نتبع سياسات داخلية رشيدة الاستعانة بخبراء الاقتصاد المصري من كل التيارات هنا احنا في مأزق احنا ازمة حقيقية واضح ان احنا بنعاني من ازمة اقتصادية خانقة وان الاحتياط النقدي بتاعنا بينفج او يكاد يبقى احنا نحتاجين اول في الداخل يبقى في الاستعانة بخبراء الاقتصاد من جميع التيارات حتى احنا احنا اعرف انا اسمعك يعني حتى على الاقل الصوت موجود يا استاذ منتصر الصورة مش موجودة لكن صوتك موجود بشكل جيد تفضل بالاسف انقطع التواصل بيني وبين الاستاذ منتصر الزيات والمرات القادمة يكون الحال افضل باذن الله اشكر الدكتور عمر هاشم ربيع عنا برئيس مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية شكرا جزيلا دكتور عمر على هذه المشاركة وقبل ان اختم لدينا خبر اريد تعليق من الاستاذ جمال سلطان مشاهدين الكرام قال محامي زميل احمد النجدي ان سلطات المصرية ابلغته بوجود موكله في سجن استقبال طور وانها ترفض السماح بزيارته قبل شهر من الآن واجددت النيابة العامة المصرية في الثاني من يونيو الجاري حبس النجدي 45 يوما على زمة التحقيقات ويعاني النجدي من مضاعفات مرض السكري وارتفاع الضغط وقصور في الشريان التاجي وعضلة القلب وخشون عامة في المفاصل ويحتاج كذلك الى تدخل ذا حقن التسكين الألم منذ أكثر من عام ونصف العام أتمنى تعليق مختصر منك وسريع على هذا الأمر المتعلق بالزميل أحمد النجدي تفضل هذا مثال واضح على أن ما يجري كله عبس وفكرة الحوار كلها فكرة وهمية هذا التنكيل أحمد النجدي ما يجريم لا يوجد له جريمة أصلا لا يوجد له تهمة أساسا ثم أنت داخل أنا أقول لك أنت داخل فيه مصالحة مع قطر والقطر داخل وبتقول عايزين لا أشقاء الخليجة يجيبوا لنا استثمارات وجيبوا لنا فلوس طيب الناس جابوا لك فلوس جابوا لك استثمارات وقابلت كبار المسؤولين في القطريين وكبار المسؤولين القطريين استقبلوك ووزرائك هنا وهناك طيب أنت بتنكيل ليه بقناة الجزيرة أو بتنكيل ليه بالعملين في قناة الجزيرة من من مصلحته جهاز معين إما جهاز شايف أنه هو يريد أن يفسد هذا التطور أو هذه المصالحة أو أن هذا الجهاز متقاطع مع دولة خليجية أخرى لها مشاكل مع قطر ويخدم على وهكذا فهي البلد كلها أصبحت جزر المشكلة في الوقت أنك تتعامل مع قرار سياسي واحد يدير الدولة المصرية وإنما تتعامل مع جزر منعزلة يكون ضحاياها واحد مثل أحمد النجدي بلا تهمة وبلا جريمة ومحطوط في السجن كم سنة شكرا جزيلا أستاذ جمال سلطان رئيس تحريف صحيفة المصريون كنت معي عبر الإنترنت من أسطنبول كما أشكر ضيف الذي انقطع التواصل بيني وبينه بسبب عطل فني من المصدر أستاذ منتصر زيات رئيس منتدى الوسطية للفكر والثقافة